أهل السنة لماذا سموا بهذا الاسم لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً والجماع اجتمعوا على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يتفرقوا إذن لا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضو الله عليه ولهذا سموا أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهنا وباطنا واجتمعوا عليها نعم